كامل الصفات الربانية التي يحبها الله سبحانه وتعالى فتعليقك والمايك معك أبو هادي الله يجزاك الجنة ويرحم والديك القلب يسعد وينشر عندما نسمع بعض الاتصالات وبعض التبرعات اللي يقول لأبوي و اللي يقول لأمي و اللي يقول يا سلام الصديقي و اللي يقول عني و عن زوجتي و اللي يقول و اللي يقول فأنا أطلب كل متابع بل أطلب كل مسلم و أقول تكفون لا أحد يفقد أحد من أرحامه قريب أخو من أم و أبو خارجا ننتويه من ظهره بطن زوجة عم خال جد أخت 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 و أنت مقاطع لهم لا تفقد قريب ولا تفقد أحد من أرحامك و أنت متقاطع لأن الدموع على المقابر ما تنفع يقول يا أخوي ما دمت حي في أزني لا يمت ما ينفع علي يبكاك البر و الصلة و الصدق و الكرامة و أخوك حي قدامك لا خير في كرامة تتعدى القريب و لا خير في طيب يتعدى الأرحام و لا خير في صدقة تتعدى الأرحام و لا خير في ضيفة تتعدى الأرحام و لا خير في ضحكة تتعدى الأرحام قطيئة الأرحام شؤم قطيئة الأرحام هم قطيئة الأرحام غم قطيئة الأرحام لعنة قال الله سبحانه وتعالى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يَسْمِعُونَ وَيَرُونَ لكن لا يسمعون الحق ولا يرون الحق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع نسأل الله السلامة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد ما لم يشرك إلا لعبد بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا الله الله في تطهير هذه القلوب الله الله في المسامحة دامنا على هذه الدنيا الله الله فالعفو فأبشر يا راعي العفو بعفو من الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله الله يجزي العفو بالعفو ومن ترك شيء لله عوضها الله بخير منه اترك لله إذا كان علشان مال عند الله خزائن ملعة سبحانه وتعالى علشان ورث عند الله خزائن ملعة علشان قطعة أرض ولا طريق ولا شارع ولا اجدار عند الله سبحانه وتعالى جنة أرضها السماوات والأرض فالله الله اننا نحرص اننا نسامح ونتقارب ونزور المريض وندفع والله الله في الأخت كم من أخوه فرط في أخته كم من أخوه نسي أخته كم من أخوه ما يدري أخته واش عندها واش همها واش مرضها واش حالها واش حال أولادها واش يمحتاجه واش ناكسا عليها تواصلوا اطلبوا الرحمة اطلبوا العفو بر الشيبانكم وصلت إلى أرحامكم أسأل الله اللي يجعل فينا ولا منا خاصة أننا نحن العام بين عذان ويقامه قاطع أرحام أسأل الله أن يعلف ذاته بيننا نسأل الله أن يصلح الحال والمال والنية والذرية وأن يصلح ذاته بيننا قطع الأرحام شؤ يا الله ونكال ووبال فأسأل الله أن يصلح حال المسلمين وناس ندخل بينهم وبعد ما يصلحون لعلي مشاركة في بعض الإصلاح أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولأبوي والجميع المسلمين أبوي كان في لجنة الإصلاح وكان يدخل فيه أمور الإصلاح تشوفهم قبل الصلح سبحان الله الشيطان راكب انهم لكن بعد ما يتذكرون الله سبحانه وتعالى ويستشعرون رحمته ويدورون الجنة عرضها السماوات والأرض بعد ما يتصالحون ارتاحه قال الله المستعان كنت في نار الله المستعان كنت في هم كنت أشوف أخوي ما قدر أسلم عليه كنت أشوف أخوي ما قدر أعزمه كنت أشوف أخوي مريض ما قدر أزوره كنت أشوف زواجه أولاد أخوي والذها ما قدر حضره بعض الناس يورث الأولاده لعنه وقطيعه لا تروحون لأمكم لا تروحون لجدكم لا تروحون لخالكم وتركوا خوالكم وهو يورث ويدعو إلى قطيعه ويدعو إلى نار متلضى حتى ولو أن الأب أمر الولد لا تزور عمك ولا لا تزور أختك لا تسمع لأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق لا قل ما عليه إن شاء الله وروح زر أرحامك لأنك في قبرك كله نفس بما كسبت رهينة كلهم بيسأل بعمله واصلوا قبل أن تتفرق فإن الدنيا هذه إما فاقت ولا مفقود وكم شفنا من دموعنا على القبور سود الله وجهي فيك يا فلان الله ينعى وجهي والله المستعان ما هذا ينفع البكاء وين أنت منه هو حي الله يصلحها للمسلمين ويكفى نوياكم شر القطيعة وذنبها الله أكبر الله يجزاك خير يعني الآن الله يجزاكم خير ندائك للمتقاطعين الحين أكيد فينا ستابعونا ندائك للمتقاطعين